يا هلا وسهر فيكم اليوم هنحرق الحلقة الأخيرة من الموسم السابع لجيم الفرونس معنا الشباب حلاكم الله حلا هلا كيف الحل؟ الحلقة كانت كيف معكم؟ يلا 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 إلى حد ما يعني إلى حد ما ممتازة طيب عمر استمتعت في الحلقة بس عندي طبعا مشاكل مع الوضع زي باقي الموسم بس استمتعت في الحلقة استمتعت وأنا أتفرج أنا بسط على خير حاولت أتغربة بعض الأشياء ففي الأخير طلعت بحالة استمتعية جدا ممتازة جيدة مبسوط جدا من حلقة رائعة أنا عن نفسي كان عندي مشاكل مرة كثيرة في الحلقة فبعدين أتفرجنا لا أتفرجنا لا أتفرجنا نمشي طبعا كالعادة نمشي على المشاهد ليس كلها طبعا نحن نجي على المشاهد اللي لها علاقة بعض وبعد كذا نصير بعد ما نخلص كل المشاهد نحن نتكلم شوية عن رأينا في الموسم ككل وبعد كذا حيكون توقعات للموسم الثلاثة إن شاء الله بعد سنتين إن الله إحيانا سنتين سنتين لا توقع سنة شوي ليس بسنتين 2016 شوف قال 2016 في 2016 في جانويري وفي ديسمبر وممكن يرجعون للسكيجول القديم اللي هو مارش يكون سنة نصة أو سنة ثلاثة شهور في لين سنتين شوف عموما هم ما بدوا يكتبوا الموسم الثلاثة لسه لسه يفكرون فيه كويس يعني في توقعاتنا خضراحتنا لا يقول لنا نحن بكتاب لسه ما كتبوا لا بس هما أم يعني واحد من أسباب ما كتبوا هو يبقوا يستنوا يشوفوا إيش نقول إيش رأينا عن الموسم هنا المشكلة فأي عمل يبقوا يسمعونا هنا المشكلة لا تنتظر الناس وتروح تبني شيء لا لا كتبا هو كان بيستنوا لما الموسم هذا كثير مننا فان سيرفس فما استبعد أنهم قاعدين يأخذون يعني شوف الشيء الرهيب كان في الرار مارتين قبل أنه ما يدخل أي سوشل ما يدخل أي شيء لكن المسلسل بعد ما أخذوا راحتهم منحين في الموسم هذا لأنه تقريبا كل شيء كاتبينهم اثنين الكتاب أو الكتاب الموجودين معهم هنا تبدأ تشوف ضعف المسلسل كيف عنا والموسم اللي قضل من الموسم اللي راحهم باديين يكتبون أكثر من الأشياء اللي يخضرون من الكتاب فبدأنا نشوف كيف تأثيره بالكتابة الحوارات الشخصيات والأحداث اللي تصير فيه أشياء كثير صارت خصوصا في فان سيرفس اللغطات البسيطة اللي ممتازة بالنسبة لي أنا لأنه بالأخيري فان سيرفس بس مين يبقاعد تفيد مين يبقاعد تحطيني شيء للجلسة مين يبقاعد تساعد القصة نفسها بضبط طيب نبدأ في طبعا ما هنمشي في مشهد مشهد هناخذ أهم المشاهد ونحاول نتكلم عنها شوية يلا نروح للمشهد الأول المشهد الأول يا جماعة الخير زي ما أنتم شايفين في عندنا الجيش دينيرس بشكل عام كله جاء ما بقي أحد في ظاهر في تراغنستون ولا شيء جاء جابت الأنصالد وجابت الدراكيز وجابت الشيء الأمانة ترى هو مقتناقص الموضوع ذا وهي كانت خايفة أصلا من الممكن يسير حل ممكن يسير انقلاب حل ممكن يسير شيء فكان يقول لها لهو تيرين كان يقول كيف خيانة يعني من الاسماع هذا فكانه ما في خوب نجيب كل التنانين والجيش عشان كلا كلهم جايين متأهبين خايفين من يسير انقلاب ولا يسير فيه خيانة ولا حاجة حلو هنا كان فيه فان سيروس في الهبل هنا أغلب الفان سيروس تقريبا كانت في المشاهد الأولى هذه المشهد اللي كان فيه برون جايمي اللي كانوا يتخلمون فيه كان مرة ممتاز في البداية لما كانوا يشوفون الجيش جيش دينيرس هو ممتاز سفيه يعني مش ممتاز سفيه السفاعة مرتبة يعني قلة الأدم فيه فعلا كان جدا جيد صراحة من أحلى مشاهدة صراحة في كل اللي صار اللي كان بين بريين وكان بين الهام كان كل واحد قالوا لك في المشهد هذا كل واحد ايش كان يفكر في اللحظة اللي ضربوا فيها هم الاثنين The Hound هو اللي كنت يعني أفكر اوكي يبغى فلوس ما يبغى فلوس في كل فترة يعني السالفة طبعا كان قاعد يحاول يساعد آريا لكن هنا قاعد يقول لي أنه أنا كنت بأحمي آريا وهي قاعد نرسل كامل أو كمان كنت بأحمي آريا كان جميل كان يساعد لا أمانة إلا يعني كل المشاهد اللي صارت هنا أو من الأشياء الحلوة في السيزن هذا بشكل عام أننا سبنا نشوف شخصيات نحبها ونشوفها دائما كل واحد الحالة بدأنا نشوفهم مع بعض في شاشة واحدة بدأنا نشوف لقاءات ونشوف حوارات وقاعدين يحاولون أنهم يلقون أرض محايدة بين الشخصيات المتعادية دي بحيث أنهم يكونون جنب بعض شوف هذه النقطة اللي فرقت الناس الموسم دا على فكرة في ناس أوكي انبسطت أنه الشخصيات هذه مع بعض وفي ناس اللي يبغوا العمق والأشياء المفاجئة والأشياء الجديدة والطعنات والخيانات ما أعجبهم الشيدات فأنا شايف أن أصبح أصبح الآن شبه مستحيل أنك ترضيهم بس نرجع للمشهد هذا من المشاهد القليلة اللي مكتوب بشكل جميل صراح الكتاب نفس الحوار كان جميل كان عميق له معاني ما يعني قالت له في كلمتين لما قال لها مين هيحميها وهي هناك؟ قالت له كلمتين قالت له خاف عليها خاف على اللي حيواجهها فهو استوعب حتى هو أعرف أنه كان مشهد جميل الحوار ملطيف أنا أذكرت فيه كل مشوار آريا من الحوار هذا لخصته آريا على عز آريا بالضبط حلو عدرمان بالنسبة لي نفس الشيء نتفق معه الحوار كان مرة أمتاز خصوصا سالفة الهوند يوم قال أنه كانت أمتازة ولو أنه إلى الآن أنا موجود هو باللست ففيه شانس أن يكون موجود شو هي آريا تسطرت على الموضوع هذا لما كانوا يلعبون فيه لعبة كفيه في بلاك نوايت اللي كانت تتدرب فيها عشان تصير أساسا يعني أو قاتلة فاستلس فاستلس كان كان الحادثة اللي صارت هناك كان فيه جاكن هاقار وكان بيرعب معها اللعبة حق النون النون كان بيرعب معها اللعبة حق الفاستلس جيم الظاهر اسمها المهم اللي هي إذا كذبت يضربها فقالت أني كنت أضار أمين للناس اللي عندي في السوريشي الدكتوريهم وكانت تماشي فيهم واحدة لأنه وصلت لها وضربها على لها ما كانت متأكدة ليش وكان بيضربها وقالت لا أنا ما بكتب وضربها لأنه هي ضائعة أصلاً هي ما هي عارفة ما هي متأكدة هو البالد اللي سواء معها والمشي اللي مشى طبيعي للصغير ولنا نسوى فيها خير مش تحليل يعني كل التعب اللي تعب معها ترمي هم تقريباً نفس الشخصية تقريباً نفس الشخصية متبحدين من هم كان صغر فيه أشياء كثير بينهم مما لكن أنا بغن نتكلم عن الموسم السابع نرجع الموسم السابع نرجع الموسم السابع أطولنا لمحة تاريخية دراغم بت أو دراغم بت لمحة تاريخية عن المكان هذا وأنه أصلاً هو المكان اللي كان يحطون فيه التنانين بعد من انتهت الحروب زي فكانوا يحطين التنانين فيه وهذا الشي كان نهاية التنانين لأنه يكثرهم لأنه ما يكبروا أنا كانت تقول لهم قاعدين يصدرون حتى حتى الهيائك اللي تشوفها اللي كان ياخذها جوني سنو بحد اللقطات فك كان فك تنين فك يمسكب يداً صغير فتنانين بدأت تبعاً 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 فعشان كده المكان تاريخي لا بعد تاريخي أنا أتوقع أنها اختارت المكان هذا سيرسي بالذات إحانة ل أي أنه يعني هكبر لك تنانينكي بالضبط والمكان جميل جداً تذكير المكان جميل جداً جميل طيب خلينا نتكلم عن اللقاء ما رأيك الصرفي اللقاء طبعاً عندنا في دينيرس و جان أول مرة يوصلوا في إنكتس لاندينك يعني ما يدخلوا في إنكتس لاندينك بالنسبة للجورة كمان من وقت طويل جداً ما دخل الشخصيات بشكل عام يعني كانت أنا عن نفسي أنا ما ودي أتكلم كثير لأنه يمكن تكرهوا كشكور ولا تكرهوني لأنه ما عجبتني الأشياء اللي كانت تصير لكن الشخصيات كنت أتمنى أن يكون فيه بينهم بين بعض يعني محاورة أكثر محاورة أعمق محاورة أنه جيم فرونز مسلسل في حوار في عم في كان الآن صار فيه ثلانين وصار فيه نار وصار فيه حروب ميتين تقلب أكشن أكثر إيه وصار أكشن أكثر منه مسلسل درامي يعني أنا تعبت في التغيير هذا بس أنا بالنسبة لي مو بعجبني التغيير بس ما أكررت المسلسل بسببتها لا إلا أنا فضل نظام الحوارات القديمة اللي خمس دقائق ثانية دقائق ثانية دقائق بس بس أنا برجع للنقوط الاجتماع واحد من الأشياء اللي سراعة اللي يعني حسنا سويت شوية تنشن أو شد عصبي بينهم يعني كلهم جالسين يقولون وينها فيه وهذه اللي أما جت رحفة عروسة ما شاء الله يبولها أنا ما أريدك شوية طلب هالي ممكن تجي يا إخوان مرتها خارما عندنا شغل وشغل الرياضة حقها لازم عندي فأول ما شلتها نزلت بالتنين ذكرت بعض الناس أول ما يشتلي سيارة جديدة ورع العزيمة يبا يكشق فيها يوقف عند باب البيت وينزل ولع فيه شر وطفيها طرف نشرك برجرة يضرب البورك هاذا اللي سوتها نزلت بالتنين يتداوم كده يعني تشوفوا نجاي بالأقوى شيء يا أخي التاج هنا كان خرافي جدا سي جي كان سي جي الموسم شيء رحيب رحيب صراحة جدا رحيب خرافي شاهد جميل كلها كلها رحيبة صراحة شاهد كانت رائعة طيب ايش هدلي بعده والله شوف المشهد اللي بعده يوم ببيعوا الحوار بدأوا وكلهم يناقشون الموضوع ان الموضوع مو هو بحياة وموت مو هو بموضوع من يفوز مو يفوت بالعرش موضوع حياة موت قد يتكلم يقول ناس في شيء جاهي الموضوع حياة موت يعني ممكن موت ممكن ناحية البشرية تكون ولا تكون بس طبعا شيء يعني مهم منطقي ناتين شيء هذا أصلا فصار انتم شكوك في الموقف سيرسي ما عجبها ما عجبها اين اين جاء جهام جابوا الصندوق حطا قدهم ياك المشهد هذا ببضله اهنا ببضله كين شرتين شر بحياة بحياة بالمناسبة يعني بالمناسبة بكل عام انتم خير لا وقعدي يفك وكذا قلت ايش فيه اذا؟ قلت لا عليكم مات يبشرنا جدا والناس خصوصا في سين قبل اللي كان في السفينة يوم يحس انه ما هو قاعد يتحرك ويخطط يبدأ يتحرك بقوة فنفس الشيء يوم اكلم القاردز يقول لهم انه اذا احد سوى شيء للصندوق انا بجي اذهب احكي او شيء زي كذا في يوم جاء فتح الصندوق ووقفي طالب مستغرب اختفى يمكن مات الاي شاء الاي شاء اللي مات ونرجع في الموض شوف في ناس كتير كانت قاعدة فكر انه الاي مدى واي فاي واي فاي حق الموت يوصل لفين يوصل عند الباب خلاص يعني فالناس كانانت خايفة من الشيء هذا طبعا امو الناس اللي في المسلسل كانت الناس اللي احنا يعني اي مشهدين فكانوا خايفين من الشيء هذاانه اي درجة هيوصل مدى الواي فاي يعني قلوك يوسف والله مدهب عيد صراحة طب الترنتو قعدت لخبطوا المشاهدين الواي فاي انت تقصد الوايت او الووكرز او البيت بعد ما يتعدوا من الوال لأي درجة حيبقوا احياة امتدار يعني احياة لأي درجة حيبقوا احياة واحده ما في المدر انا بالنسبة لي يا شغلة الصندوق هذي والاكله تفاه وضيعوا لي وقته ضيعوا دقيقة ونصف عالفاضة يعني وحنا عارس عشان عارس عشان عارفين انه حيطلع وانت سيرسي بالموسم انا عارف بعد ما شافته بس اللي قاعدين انتظروا احنا عارفين انه حيطلع يعني دقيقة ونصف امت عارف انا عارف بس لو مات فعلا هيفتحوا باب كبير لازم نتكلم عنه اصلا احنا عارفين انه ما يموتوا انا ما نعرف انت لش زعلان زعلان انه ضاعت وقت دقيقة ونص ومسهد فيهم انا انا اسكيب اصلا لابنا مثل الامانة وموقفها هي واضح انها انفجأت وارفت ان فيه شي جميل بعد ما شاهته فيه كار طبعا هذا مرة بهم نتكلم عنه اتوقع الممثلة ادت اداء خرافي انها توصل فكرة انه هي خافت ان رعبت يعني الصدق اللي حاسد فيه كان كله صدق طبعا مهم انه نعرف الشيء هذا عشان هتقلب هي في الخير كلنا نشوفنا لكن فعلا خافت يعني لما جاء دراغون في البداية انه كانت ماسكة نفسها انا في يعني ملكة ملكة ما ما حبينا ايه ما حبينا اني خائفة من دراغون لكن لما شافت هذا ايه بس هذا حيوان انا حيوان فاك السلسلة اني عنده ايه 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 اصلا اصلا بعدين اللحظة هو الديد مكان حيهجم عليها كالرائح ايه خرايح لأخوص لا هذاك ليش واقف جنبه هذا ايواء هذا شيء ثاني المونتن 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 الظاهر خاف يعني في مشهد بسيط كذا يجي هذا من المشاهد اللي عدت شوف مرة ثانية كنت بأشوف المونتن ما سوى ليش جاء الهون ما جاء المونتن بالضبط المونتن كان طلع سيفه اصلا لكن كان راجع على وراء شوية يعني ما ادري هم قصدينها في التصوير كذا ولا لا لكن بين انه المونتن خاف ايه من الشيء هذا انا توقعت انا حيجي يحاول يحميه انا توقع هو اللي حكسمه صراحة بالنص يعني ولا بالطولة وبالعرض هو الكنام انه لو انه هو اللي سواها كان بتخاف اكثر انه قاعد بيقيت يقطع فيها فترة طويلة وانه ما رح يموت اللي بدراج الراس فكان بيجي مثلا وجاء طبعا جون بعدين وسوى لهم بحاضرة قلنا شوفوا نقدر نكتلوا بالنار ونقدر ايه لكن انا اللي مستغرب له ليش ما قال بلارين ستين ما اذكر بلارين ستين ابدا هو استخدم ولا اندخ الحلقة اللي قبلها مدرس فاشل مدرس ممكن ما حب يوضح له ممكن لانهم بالخير بلارين ستين موجود عندهم بلارين ستين هو بلارين ستين اللي يسوي لهم بلارين ستين فاقول انه درايجون جلاس موجود كله عند كريسي صح فممكن لكذا يعطيهم الاشياء اللي موجود عندهم بغير النار طبعا فاذا قالوهم ان البلارين ستين هو السلاح اللي دائم يستعمرون اللانستر فممكن انهم خلاص ما رايحة هجون وانه درايجون جلاس فتفتح لهم موضوع انه لا تساعدوا انه وخلاص جهزوا نفسكم بال او اوكي لكن شوف في شغل انه البلارين ستين اصلا مرة قليل يعني كان الشيء الثاني انه يمكن كان يبغي اذا ما كانت غلطة مثلا يمكن كان في باله انه يخلي الموضوع هذا كله انه عشان الناس مضوا تضارب على السيوف هذي لان السيوف هذي مصلا مرة قليلة ممكن عشان كذا ما قالها الشيء الثاني انه ما تتحدث عن الويت واوكتز اللي هم اللي هم اللي هم القواة حقين الجيش ايه صحيح هو معموما خلاص هذا كان كفاية ان سيرسي تفهم الموضوع واضح يعني لكن انا برضو لا بس احنا نتكلم عنه كمدرس اه ايه هو مدرس يعني هو قصة مدرس جديدة ماشرع ممكن اخي كان ترم التاني بس انا نقولك ليش وفاشل على هذا المنظر والأكشن انه سيرسي يشوفها يوم ناقشته في موضوع انه يكون هو تابع لها وانه قالها هو اللي صار بعد كذا انه هي قالت خلاص هي وافقة ما انا مادر مشكلة قالت خلاص انه التروس انا موافقة عليها المنبيية انا موافقة عليها لكن بشرط انه الملك الشمال تكون يعني فتراتها طويلة ضد انه ما يحاربني ما ياخد صف احد قالت كذا ما ياخد صف احد لا دينايرس ولا هي ماذر بس فهو قال لهم انا ما اكذب قالنا خلاص طبعا اعطيت ولاي كامل وقلبي وحبي واشقل واشواقي واشواقي فقال العمتي فانا معت اكدر وانا اسف وكذا فهي قالت خلاص مدام من الان هذا الموضوع العمة انا اسف وكل من الانتهاء بس يا اخي هذا اللي من الاشياء غريبة على رؤيتها للشي المرعب وارفة الخطر القادم لانها مقتنعت لحد الان وراحت شوف هي مشكلتها انه هي خايفة من الميتين الان وخايفة من هذول في نفس الوقت يعني خايفة بينهم بالعكس انا اشوف سياستها متازة لا اقول لك ليش لا تيبك السيرسي فيه اثنين لانستر ولا تايون وتايون مستحيل يسوي عشرة في المية ولا واحد في المية من العبط اللي سوته السيرسي من يوم مسكت من يوم مسكت حتى ما ايام تومن ايام تومن صار حكم حقيقي المهم حتى في عهد تومن هنجي للمشهب بعدين واقول لك ليش طيب راحت وراحت وطبعا جلسوا في النقاش مع تيرين مش بغلو وقال لهم قال اكذب يا ابن الناس الله يرحمه كذب بيضى يعني كذب بيضى قال انا ما اكذب حنا اهل الشمال ما نكذب ونسوفي اقبيدي ايام ايام قال خلاص انا ما اروح تفهم معه ايام 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 هنا شوف هنا انا عندي مشكلة مع الكتابة صراحة انه قال انا في حل واحد لازم اسويه هروح اتكلم معه ايش رأيكم في الكلام هذا؟ ما واضح صراحة يعني اذا كان في واحد ايش الحل ايش الحل ايش الحل ثانيا اذا كان في واحد يعني جون قال له هروح وقال له لا هتكتلك اذا كان في واحد هتكتلوا قبلهم كلهم هو حقد عليه انا اشوف انه كان عنده خطة في باله يابو يروح يسويها هو عارفين ايش هي اتفاق انتم ما توقع ذلك ايش عارفة الموسم الثامن يعني انه تقول اتفاق خفي خيانة معلومات معينة ويعطيها يعني في اتفاقه هو بيروح يسويه حدنا ما انا اعرف انا ما اتوقع انا اتوقع انه هو يعرف هزين يعني هم فعليا في طول المسلسل هم اكثر اثنين اذا تكلموا مع بعض دائم كلامهم خفيه وكل واحد تفاهم الثاني تماما واش قاعد يقول واش قاعد يسوي فممكن انه فكرة انه اروح لها باخذ منها واش تحتاج عشان اقدر اعطيها شي تعطينا انها ترجع معنا وهذا اللي صار انه بالسينة اللي بعد بيروح يكلمها تعطيه السيقنال انه تمسك بطنها فيبدأ يقول يبدأ يعرف انها ايه انها اوه انت حامل فيبدأ المشكلة ما اعطونا الكلام اللي صار فالفبالي انه قاعد يكلمها انه ترى الولد بيجي وما بيقل لهو بلا 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 انه لازم نحمي الارض ونحمي اللايف قبل لان تحميل نفسك والمملكة اللي انت فيها لانه اذا جوا خلاص ايه بس هي قالت قلت انا ما علي من الناس يحترقوا البشرية كلهم انا عليك نفسي لا هي متى قالت الكلام هذا قالت لما انهجم عليها الشيء ذا اللي جابه قالت لما انهجم عليها تقول انا الدنيا كلها اه شفتها انها اختفت من قدار كنتها دخلت بالعم هذا اللي جاءها الوحشة ايه الوحشة فشوف هي صادقة لما خافت تمام لكن هي قرارها للمرة الالف لقبل برضو في شيء ما في شيء سيرسي ما عندها اي شيء سيرسي شخصية من اغضل شخصات المجدين في المسلسل واختلف معك من ناحية انه هي فاهمة تيرين هي فاهمة تيرين ابدا كيف هي بس ما تثق فيها سيرسي تكرم تيرين لا 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 احنا اعرفين انه ما قلنا فاهمة وواثقة فيه الكلام انه هو يوم يروح لها هو فاهم لها هو عرف لها هو عرف لها هو عرف لها فهو راح يبغى ياخذ منها شيء تحتاجه عشان يعطيها الحل فيمشون مع بعض فهذا اللي صار احنا الشيء هذا ما نعرف الشو ايه احنا اللي صار قدامنا انه هي كانت واضح هنا قادة العبالة هي قادة تعطي السيجنال لان من البداية الجري جوي يوم يقول انه خلاص ممشي للسي ايه اطلع رايح اصلا يجيب الجنود انا مو برايح ايه 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 فهي من البداية تبغى الشيء هذا يصير انها بتسوي الهدنة وتلعباليهم اوكي لكن كانت تبغى اخوه يجيها ممكن ممكن فعطت السيجنال انه انا حامل وعرضوا كذلك بعد ما مسكت بطنها عرضوا لقال تغير وجهها وقال انه انت حامل هي عموما حركة متعمدة منها ايه ايه وهذا اللي صار انه حاليا نلعب عليه وبناء عليه سودي المعين ما ندري بشو الى الان يعني انتوا شايفين انه تيريان كان رايح يباله شيء ومنعرف انها حامل ممكن حاول يقنعها انك انت حامل وهي واققت له ايه وهي مشته وخلته يصدق انها هي اشياء لهم البيبي اللي في بطنها والكلام هذا فبالتالي يرجع لهم تيريان انه اقنعها من هذا الباب هذا اللي ظاهره الان اما منه بس انا اشوف فيه شيء اعنق صراحة ممكن لا لا انا اتوقع انه هي هي اللي سوت كل الفيلم الهندي هذا يعني تيريان اصلا هي كانت تبي تيريان هي تبقى تيريان يجي وهي تبقى ترجع مرة ثانية من البداية قبل ما تيريان يجي اصلا تمام ما يفرق تيريان ايش كان حيقول لها صراحة من اللي صار هو شوف المشهد ككتابة المشهد نفسه ككتابة مرة المتاز تمام لكن كقصة في القصة كيف المشهد هذا راكب انا اشوفه جدا زيئ لانه ما انت فاهم ايش هو الشيء هذا ما انت عارف ايش اللي صار ما انت عارف ليش بس متعودين دائم يسوينا في المسلسل ويعطونا كيها قدام بس ليش راح يعني هذاك لما راح كان واضح انه هذاك خايف اللي هو كان واضح انه خايف طيب هذا خايف وراح اوكي يعني هم كانوا منتفقين من قبل انه لما تشوف هذا وتخاف وتروح طب هم ما يدروا اصلا اشي اللي جاي او انه في احد خاين طبعا كل هذه المعلومات توقعات ليش؟ لا تحاول تفهم لان شوف انا قريبا ابسطت لك هي ببساطة الان الخلاصة انه سيرسي واضح انها كانت ناوية في كل الحالات تتظاهر عليهم تقول انا قبلت الهدنة وتقلب صح؟ صح جزء من خطة انه هذا يمشي يسوي نفسه ميشي طيب هم ايش عرفهم اصلا هم ما هم مصدقين انه في الميتين هدول اصلا ما هم عارفين انه اصلا ما هم عارفين انه اصلا اصلا انه في الميتين سيرسي ما تدري يعني هل معناتها سيرسي كانت تعرف؟ ما ندري ليش انا اقول لك ليش لانه ما نعرف ايش الاتفاق برضو اللي صار بين جايمي وبين تيريان الحلقة اللي قبلها لما قابلوا تحت ما صار يوررون شيء ما صار يوررون شيء هل هم اتفقوا على شيء قالوا انا احجب لك شيء ميت عشان تشوفوا سيرسي ويمكن تقتنع ما ندري قالوا نبقى نجتمع احنا نعرف ان هو صارت المقابلة هذه ايش صار فيها ما ندري صحيح فما ادري انا متوقع في الموسم الجاي راح نشوف تفسير طيب بدنا نرجع للمشهد المشهد الخليجي المسلسل الخليجي اللي صار بين جون سنور دراما ما لها اي لزمة وانا ما اقدر اخلف طيب 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 هذا المشهد جدا مهم اكيد مهم كجامته سيئة وقته بالنسبة لي غير مناسب وقته غير مناسب وما في ولا شيء ماشي في وقته في المسلسل هو هذه المشكلتي انا مع المشهد اي لا مو بس المشهد هذا كان معلومة مفيدة وعرفنا منها توجهها جون انه اي وانه لا يخذف منها اي وبضل خلق عرفنا الشيء هذا هو لازم تفهمه بس انا عارف بس لا الوقت مناسب التنفيذ مناسب ولا التنفيذ مناسب ولا المكان مناسب تنزق كده في الجدار جيمس السياد الكوتي وطع في الارض وتبكي شوية يعني بس كويس ما طاح طيب سؤال اه الان لو طاحت لو لو طاحت اه 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 طلع لكات ام بي سي كده اه اللي امري اسهله هل تشوفوا انه العلاقة هذي بينهم هم الاثنين انه انه بس ما يدري هو يعني اسوقش اساسا ايه 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 هل سنشوفها تكمل؟ اكيد لما في عين نقاش مو مهم لا مانا مو مهم بس ماش تبعد يعني انا قلت لك رأيي دينايرس قبل الحلقة يعني كل شيء شفناه عشان نعظم يعني علاقتهم فقط يعني دينايرس الان اصبحت هي وسينة بعد كل شيء شفناه وقصتها الآن زوجت جون عشان يعظم لك عظمة جون حيتزوج مين؟ فكان بيتعظم في دينايرس كل هذي الفترة عشان لما جون يتزوجها يصير زواج عظيم بس انا ما استنقص من طبعا دعابة لكن لكن انا بقولك يا انه هل مهم مو مهم يعني في النهاية احنا التركيز الان عندها تنانين اذا هو يقدر يروض التنانين وباقي الجيش يبغى ليشوف التنانين يبغى ليشوف التنانين طيب خلنا نتكلم بس هد يوم رجعوا بالموافقة قالت لهم انا موافقة سيرسي انا موافقة بالهدنة وكل شيء تمام وخضوا راحتكم وقالوا ثماني انا بجي معكم حتى مو بانه بس بكون ايه شو انا اعتقد اللي صار هنا انه تيريا ولا اقول لك لا خلينا في التوقعات في التوقعات هنا مهم فبس نتكلم عن المشاهدة بشكل عام حلو ايه بس متوقعت متوقع ما في شيء زياد نقول رجعت ومن يوم ما رجعت خلاص وضحت توقع حلو ما هترجع عشان تقول لهم اطلعوا من هنا شافوها رجعت خلاص البواب خلاص خلاص نمشي طيب المشهد اللي بعده اللي كان بين ثين غريجوي وبين جون سنو والله ودي يتكلم عن المشهد بشكل ايجابي طيب اتفال حيدي اللي فيك حيدي عارف كلكم كنين المشهد بس انه بقرهين بس ببط بس وش الفكرة في المسلسل انه يحاول يقفل العلاقات بين الشخصيات يحاول انهيها ويطيها كلوجر ونهاية سواء ايجابية او سلبية او يلقى بينهم عرض محايدة زي ما قلنا فهنا كان يتكلم ان اللي فهمناه ان الشخص هذا اللي هو شو اسمه تيون مر بتجربة سيئة جدا يعني حاجة رفسية مؤثرت عليه انه كيف وحتى الناس اللي عرفوه مروا في تجربة برضه سيئة منه هو منه هو فهذا الوضع لك انه هو إنسان مر بشيء سيئ جدا وشي اسمه قال لجون سنو ترى انا عب بالنسبة لي الحق الشخصي انا مسامحك اي لجون قال لجون وخذ رعا لقد قلنا بنقد اختي اريقا يش قاعد تستنى روحي روح تبكى يا الله فانا شوف انها يعني من يوم ما طلع ثيون على الشاشة الان نهايته الوقت هذا كله في الحلقة الاخيرة ليه على ثمين ثيون اصلا ليش جاي معهم ليش واقف معهم من فيهم بالهدنة فانا بقول لان لحظة لها لانه كان فيه عهد بينه بين دينيرس وأخته هل رائع؟ ما شي اسمه؟ ياريا لا لا يارا يارا فكان فيه عهد بينهم أنه هيت تنصبهم في الخير ويمسك الحكم تمام؟ على الشي صلح؟ بس خلاص راع الجيش في ذات الأور راح للدنيا كلها بس العاد موجود يعني هو وراه عشان لا انت من تفاهمني اوكي أنا فاهم عشان غباء تيرين احتاج يارا لا ما ندخل له جاء عمهم اللي جاء وشالهم كلهم مشى اي لا لا بس اللي حط الخطة تيرين أصلا تيرين شغال عند دينارس ما ندخل بساك طيب على اي حال على اي حال أنا بقول لك لا بس هذا السبب انه موجود انا عارف انه ليش موجود انا بتكلم الوقت هذا كل مشهد ثيان وكلامه مع جان والدراما اللي سارت مع جان وبعد كده المباركة اللي سارت يعني المهم الزبدة انه هيسترجل شويه يروح ينقذ اخته يعني كان يقدر يسختصروها شويه مشكلتي معنا هو كريح كريح ما عاد حابة اصلا ما توقع في احد يعني لا يحبه ولا يكره اصلا لا لا عادي ها فيه ناس عب دار اكيد طيب خلونا نجي بالمشهد ذا وبالروح المثات اللي بعده وينترفل السار في وينترفل السار في وينترفل جاك يا حبيبي سيرسي سانسا في الحالة دي كانت طبعا في موضع شك وحزن في نقاش ما استشارة الراع وعطاها درس من دروسه في الحياة طبعا هو لو تلاحظ انت هات دوره في الموسم هاتر بس قاعد يعطيها يعني ايش يعلم يعلمها خلاصة الفهرس حق النذال قاعد يعطيها الفهرس عشان تمشي عليه اهدافه من المشهد زي ما اسمعنا طبعا بغض النظر عن الحوار اللي حصل اهدافه من المشهد انه يفتح عينها على ايش ممكن تكون تصرفات اريا شوف انا اتوقع المشهد هذا هو اللي دفنه يعني هذا المشهد هو اللي خلاص يعني هذه كانت القشة التي قسمت ظهر البعير ظهر هذا مثل فنجر ض الضبط لانه قاعد يحاول كل شوية يزيد عليها في الكلام انه ألين خلاص لازم اختك لازم تتاهم بس في نقطة مهمة ترى هي عارفة اريا قالت لها من الزمان انا ماني في الحكم لو تذكر في مشاهد بينهم قالت انا ماني في الحكم انا دائما ايش اسمي بنت ابو اصير فارسة ومقاتلة ابو اصير جاء بيش قالت لها طيب انا ممكن اشيل وجهك هذا تمام والبسه واجرب اني اكون ليدي ايه قالت لو بغيت لو بغيته سويه سويته وبالاخير عطتها السكين قالت ما انا مسوي قالت لو بغيت ما قالت لو بغيت قالت كل اللي علي سويه عشان اجرب اشي الاحساس هكي الليدي هذا انه اخذ وجهك وخلاص واجرب هالتلفستين حلوة هكذا كلي هذا الكلام الكلام ايه بس برضو بس اصحاب لاني نقاج ايوه صحيح لكن المشهد هذا الان بيضحكوا على مين فيه علينا علينا احنا مفروض هو كل شي صار قبلًا يضحكوا عن اينا ايه المفروض يعني هم المتلتفين اثنين لتفينجر لا 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 لما لتفينجر موجود في اي مشهد من المشاهد ايه ساحل موجود فهم قاعدين اكتنور لا 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 بالعكس المشهد الذي كان في غروفة النوم ايه شوف من هذا المشهد تقنت 100% يعني علاقتهم 100% يعني علاقتهم زي ما بعض انهم فاهمين وش قاعد يسوي هذي واحدة من المشاهد اللي اتوضحت لي ان علاقتهم الخوات تراها صافية اوكي ففاهمين بعض وش المشهد الثاني تتذكر يوم جاتها رسالة من سيرسي قاعد لازم احد يروح وارسلت بريان كانت تقول انت مهم لت الفنجر برضو هذا المشهد باضح لي انها تفاهمة لت الفنجر وش قاعد يسوي وين اللي كان يقول انت بريان بريان كانت تقول انا ما بغير اروح وللت الفنجر موجود لان ترا وراء اجندة عندها شيء ممكن يسوي قاعد لها روحي شوف شوف هذي المشهدين ماذا قاعدت لها روحي طيب ماذا قاعدت لها روحي طيب يعني فيها ادت السبب اللي بوجه نظري اول سبب انها ماتة وتروح يتخلي وينترفل لان ما في احد فعليا ثانيا هي فاهمة لت الفنجر وتبي تخلص عليه مع انتها ادن مشكلة في الموضوع ذلك في مشهد لت الفنجر في نفس الحلقة اللي رسلت فيها بريان اللي هي السابع او الساسر؟ الساسر الخامسة ادخل الساسر في مشهد كان بس احنا نبغى نفهم سانسا واريا وليت الفنجر وبريان هذالو كيف صارت الحواسطة كلها لانه المشاهد كل المشاهد اللي صارت تقريبا كلها يبغوا يضحكوا علينا احنا الكتاب عشان نصدق عشان لما يجي مشهد قتلة لت الفنجر منتجع يعني واو فيصير شي زي الريد ويدينج اللي حصل ايش؟ انه ما تقدر تضحك علينا تمام؟ وليت الفنجر مو موجود يعني مثلا لو جابوا ليت الفنجر قاعد يطالع مثلا جابوا ليت الفنجر تعرف الشرطة مو عندهم زي مايك كده يحطون بعيد يسمع الكلام لو اي شي جابوه مشهد زي كده تقول اوكي هم فعلا قاعدين يخططوا في احتمال كبير قاعدين يخططوا تمام؟ مع بعض عشان اسمع يا ليت الفنجر اسمع ليت الفنجر لكن كل الكلام اللي يسوه حتى بلاش مو لازم يجيبوا ليت الفنجر كان ممكن بس يجيبوا ايش؟ الاثنين هم قاعدين يتكلموا تعبير وجيههم تقول ان هم فعلا قاعدين يمثلوا عشان اللي يسمعهم مثلا ورا الباب اللي ما ندري انه مين اللي ورا الباب اللي قاعدين يسمعهم انه قاعدين يتهاوشون يعني بس يطلعوا صوات واحد يزعق يعني اشياء زيكية تعبير وجيههم فعلا آريا في ناس كرهت آريا من الحوار هذا انه كيف تظلمي اختك للدرجة هذه كان جد البيلس فليش في واضح واضح ان علاقتهم انت فاهم في المشكلة البسيطة انا فاهم ان انت تبقى تقول انه احنا مقتنعين علاقتهم جيدة متوقع كل انا حاسين الشيطة بس المشكلة في العرض ان كان كان فعلا صادق انه في مشكلة بينهم الحوار اللي صار بينهم في غرفة النوم بين اخوان طبيعيين ما يتنسي بسهولة الحوار كان جاد بتقول انت خنت العائلة انت سبب قتلت كان جاد الحوار مو تمثيل ما ظهر لنا العرض المسلسل انه بيمثله بس ابو ارجع لبريين انه ايش صار في بريين انا اشوف الشيء الوحيدي اللي كتب بذكاء في موضوع بريين لانه جاء لتل فينجر قل لها قل لسانسا كان يتكلم هو السانسا قبل ما يجي الرسالة هادي تيجي حق قل لها رسليها لا لا ما قل لها رسليها هي اللي بتحميكم هي اللي بتحميكم وايش قل لها لمن ايو هذا مشهد ايش قل لها لتل فينجر كان بيقول لسانسا كان بيقول لها الان بريين هي اللي تحميكم تتوقع لو واحدة اخت منكم اعتدت على واحدة ثانية بريين هتحمي مين قالت المعتدى عليها اوك اللي سوتوا لسانسا هنا هو الذكاء انا اشوف هذا الشيء الذكي الوحيد في الكتاب حق القصة كاملة حق سانسا و لتل فينجر واريا انها لما نجاها الدعوة حق سيرسي فرسلت بريين على طول لان عارفة انه كان خطته بريين يبغى تمشي يبغى تكون موجودة وحدة تقتل منهم الثاني بريين تقتل آريا شيء زي كده فهي اول ما سمعت بريين انه كذا 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 تحبت فرصة لترسل بريين حتى نشبت لها انا اختلف لازم تروحي لازم تروحي لازم تروحي لازم تروحي انا اختلف معك بالعكس انا اشوف بنا اهداف انها تمانية تكون موجودة عشان واحدة من ثنتين يدبحون بعض كيف؟ يعني ايا اريا تتبع سانسا ايا سانسا تتبع لا اريا سانسا مستحيل تقل تتبع اريا مين اللي هيوقف وجه اريا؟ بريين ممكن هذا المقصد هذا اللي يقصد فيصل اصلا لو في قتال ما في تكافؤ ولكن لو اريا فعلا اعتدت على سانسا بريين هتوقف وجه اريا فالليتلفينجر من مصلحته تكون موجودة موجودة عشان خططه في المشي لو ما يبغى سانسا تموت هو يحبها فعلا ما يبغى سانسا تموت ما يبغى سانسا تموت فعلا هو يبغى شيل اريا من الصورة لا انا اتفق معك انا اتوقع هذا اللي كانت تقصده سانسا لما رسلك بريين لا لما قالت له اتعلمت منك ايه اتعلمت منك كيف كانت تقصد هذه الخطوة هذه الحركة اللي سويتها اللي في المحاكمة في المحاكمة طب اش رأك في المحاكمة عبد الرحام سازة يعني من اول ما بدل السين وشفت بران موجود اعرفت انه اريا ما رحزيها شيء خصوصا لو ترجعون وراء اي سين كان موجود ترى فيه لتر فينجر دائم تسمع دربان على خفيف فانه قاعد هو طول الوقت قاعد يسمع وش قاعد يقول بس انه مو بقاعد يكلمهم مو بقاعد يقولهم هذا اللي كان مو بعجيب من الحلقات اللي قبل يعني كل الصراع اللي بينهم قاعدين يتاوشون يقدرون روحون لأخوهم بيحل الموضوع كامل ايه وش السالفة؟ بطلع بعدين واضح انهم هم دارين اصلا بس انهم اكتنينب علينا احنا انه مثل علينا عشان ننصد اول ما اول ما حورت المحاكمة من آريا الى لتر فينجر وللعامان انا اصف فقد شوي عجبني السين عجبني كيف في الناس ايه ومسارت هي تردد نفس الكلام اللي يقول الدرس اللي عطاه اياه كل الدروس قاعد طبق قالت انا تعلمت منك كثير وهذا من هذا الشيء اللي تعلمت منك حتى قبل الله يموت قالت له انه شكرا بعدين يوم طاع الركبتين قاعد يترجاهم وقاعد يصيح ارجوكم ارجوكم فكانت نهاية مأساوية انا عارف كثير كثير انهم هذه الشخصية عندهم شخصية مفضلة لانها عندها حين كودها بس او بثارة نجاب العيد في وستر هذا اللي بدأ اللعبة هو هذا اللي بدأ بس طاع في ثلاثي قوي جدا يعني هذا يشوف الماضي واللي قاعد يسير وهذه مرت بتجارب يعني سيئة وصارت الان هي المسؤولة في وينترفل واريا محاربة من الدرجة الاولى صارت الساسين قاتلة من الدرجة الاولى جاء بين ثلاثي ممهين طاح في شبكة عبدنا قوية فهذه انهتها ما قدر يعني يسوي بس هذا معنات كل اللي موجودين كانوا عارفين انه هو اللي حيحاكم ولا اول مرة يسمعوا الاتهامات لمن وجهت لهم توقع انه اول مرة هم جايين عندنا المحاكمة الارية شوف اللي انا فهمت من وجيه امكن هذا السوء تمثيل بس اللي فهمت من وجيههم انهم عارفين وكل يعني الوضع مدروس مرسوم هذي مشكلة الموسم هذا بشكل عام انه تركلك انت مجال كبير مو مشكلة تترك مجال هذا بالعقل شي كويس لكن مجال مرة كبير انك تقول لا يمكن كده صار لا هو كده طب اشرح لي هذا الكلام يعني بدل مشهد ثين انا عارف مشهد ثين مهم لشينا بغنقوله في التوقعات لكن يعني في بعض المشاهد يعني هاي زيد المدة شوية زيد دقيقتين بس ورنينة ايه صار مع سيرسي مثلا لانه مرة مهم تعرف ايه صار مع سيرسي وثيرين والشي الثاني اصار مع هنا اصار يعني مع سيرسي وسانسا واري مرة مهم نعرف بالضبط انا بس على مشهد سيرسي وثيرين مشكلتي مو بس ما وروني ايش انقال ما وروني ايش سار يعني لو وروني ردت فعل بس ثيرين انه حزن او فرح في بيبي جديد او شي انت بتكلم سيرسي وثيرين ايه بالضبط في ذيك الوقت بس لو عرفنا ردة فعل لا لا بس هو شوف هو بيّنوا حاجه عشان حقاق للحق يعني بيّنوا حاجه انه بيّنوا انه هو فعلا متأثر على موت ما انا هذا اللي بوصل له هذا اللي بوصل له انه اذا انا قعدت امسك تسلسل الحوار ايه لو امسك تسلسل الحوار بالحرف حقول تيرين حيقلب على دينيز بالحرف ليش؟ لانه جاء قال له الشيء الوحيد اذا في حياتي قاتلني بس خليف التوقع لا اوكي انا بس بتكلم عن المشهد هذا من غير ما انا اتوقع انا بتكلم عن المشهد الام ما ادريش توقعي لسه بس في المشهد هذا وبعدين قالت له اني انا حامل وبعدين انتهى المشهد وراح ايه ايه هذا اللي سأل بالضبط بس طيب فرح زعل قال لا لازم تقتليه ما نديم انا اتفق معك مجال اكبر من اللزوم فانه المشاهد يقعد يتصور ايش حياتي طب خلانا نروح للمشهد نروح اللي بعده تقريبا المشهد الهم في قصة سانسا واريا انهم خلاص حاني برضو قفلة يعني يعني خلاص انهم تتفقوا مع بعض وصار وضع ما اوكي نجي انت برضو الموضوع المهم اللي هو السر او اللغز اللي ما زال اللي بران كان شايله اللي مدة طويلة جدا ما ندري كم سنة والمشهد اللي كان بين بين بران وبين سام جاء سام وكان يقول وشخ بارك قال انا صرت ياخي المشهد رحيب المشهد هذا المشهد رحيب رحيب كوميدي رحيب رحيب جدا كان يقول انت كيف يقال متحس وقالوا بش رمك كان يقال مين يعني ايه شارع ايه قال طيب انا عرفت كده كده لندة معل طبيعية جدا صراحة لا يقول لي كيف عرفت شفت الفيجن قالوا جون جاي هو الدينايرس الحين قال اوه طالع في النار قال انت شفتهم في رؤية هنا ممتاز المشهد صراحة دائما سام الموسم ممتاز المشهد صراحة ماذا حاطينه حسن حسني الموسم طيب وش المعلومة اتوقع وضحة الان رسميا طبعا كنا عارفين بس اتوقع وضحة رسميا انه اول شيء زي ما يمكن اتكلمنا قبل كم حلقة انه جون سنو ما هو سنو ما هو باسترد وحتى لو كان باسترد كان مفروض يلقب بساند ليش؟ لانه الباسترد او الاولاد الغير الشرعيين اللي انولدوا في درون هيكونوا ساند عشان كذا بران قال حتى لو قبل لا يقول له سام ارجع شيء قبل لا يقول له الكتاب قبل كتاب ايه قبل ما نقول له الكتاب اللي قرام لا لا مهو القري القريت قدامه واخده معه ايه فاللي نعرفه عشان بس نقول التسلسل بشكل جيد اول شيء بران قال له انا عرفت لازم جون يعرف الحقيقة جون ما هو باسترد جون ابوه ما هو ابوي جون امه عمتي ليانا ستارك وابو ليجر ترغيريان والمفروض يلقب بساند وليس ستارك وليس سنو وليس سنو لانه مولود في الدرون وهناك الأولاد الغير شرعيين لانه في التور في الدرون في الدرون بعدها قال له سام لا ترى ما اعتقد انه ساند انا قريد في مكان انه زواجه كان شرعي وحتى روح انت شو سوى جوجل قال له هل هذا صحيح؟ قال له انه ما توقع ان الميستر بيكذب بيكذب بضخ فرجع هو سوى جوجل بسرعة ورجع شيء يكبران على الموضوع وشاف الزواج قدامه وشاف عمته وشاف فطبعا هذا يعطينا شيء أبعد وأكبر ان ليانا ستارك ما خطفت الحرب الأساسية الأولى كانت على باطل وعرفنا الان انه جون سنو هو ايغان ترقيريان اسمه الحقيقي وهو الابن الشرعي وهو الوريث الشرعي الأساسي للكرون وهذه واحدة ثانية من اللي كنا نتكلم منها قبل شوية انهم يحاولون ما يوررونك السير معين فاتذكر قبل انه بالمقطع في التاور يوم تروح اخته وتكلم ند تقول لها تقول للسر يعني ما سنا تعلم نصاته سر هذا كان سن الماضية فطبح لنا الان انه قالت اسمه ايه فكان ما عارف ايغان ترقيريان بس احنا اللي ما سمعنا يعني اسمهم جون سنو اسمه ايغان ترقيريان اتوقع يعاني كثير الناس اللي عارفين انها شووا جون حتى اننا ما توقع لا اسمه جون اسمه جون اسنو بعد انسى الامور مو وقته إضاي طيب ننتقل للسيرسيو هذا المشهد رهيب، هذا المشهد مر رهيب، هذا المشهد يبين يعني درجة غباء سيرسي يعني هنا هذا القصري في المشهد هذا قالت له أنت طبعا هو قاعد يخطط أنه كيف حيروخ يعاونه وكان يكلم مع ألوية الجيش واللهو اللي كانوا موجودين فجلت قالت له أنت يعني يا أنت غبي يا أنت خايم أنت بتروح تعاون الناس يعني قاعدين حاولوا حربونا قلها أنت ما شفت اللي شفناه قبل شوية أنت متفكين مع الناس أنت متعاونين معهم ونحارب معهم مو هذا اللي متفكين عليه؟ أبدا أبدا أنا أشوف إيش بالضبط يعني نجني يعني بصدم قالت له اللي هيصير الآن غريجوي يورن أخذ الاسطول كله هذا ويرح أجيب 20 ألف شخص معارب 20 ألف يصوت ما هدري ما هدري يعني أقول لك مخ ما في هاجيب 20 ألف معهم فيلة وبيع أحصنه فقال لها طيب الآن إذا هم خسروا حيجوا هذول كلهم الجيش ويقول لها الحرب اللي هتصير هذه هي منتصر بغض النظر من المنتصر حيسير عليك هنموت فازل وايتس إن جاء فازل وايتس هم الزومبي وإن فازل نورث عشان احنا خانونا خناهم فحيجوا يقتلونا برضو أنا شايفيه مرة رفضاتي أول ما رجعت تقولهم إنه خلاص إحنا سوينا الهدنة وإحنا ندخل معكم بالحرب قالت لهم كلمة قالت لهم لا تنسون بعد الحرب إنه أنا وافقت على الهدنة ووافقت على أني حارب معكم بدون ما يكون عندي بروميس أو إنه شيء بتعطونيها بدون مقابل بدون مقابل فكانت تقول إنه لا تطبون علي أريطان عرفت قدام فليش هنا أريطان ليش قالت الكلام هذا بعدين هي كانت أصلاً هي أنا متقلبة أو إنها عندها بلان مضبوطة ما عندها بلان أبداً هذه نعمة أنا أحسنها ضاياً بس جون أنا أشوف أنه صار عنده مشكلتين في الموضوع يتأكد أن أختها جاء بالعيد وضعها مو مستقر وممكن تجيب الهدنة كلهم جيمي يقصر أي جيمي يتأكد أن الوضع مع أختهم هم مو مضبوط نهايتهم مع أختهم ميب آمنة ثانياً النقطة الثانية اللي حسنها شوي ضايق منها علاقتها مع الشخص اللي هو اللي راح إيرون 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 وخاصاً يقول لي أبغايت تزوجها وإن عيانتها وأنا بأخذها تتبقى معا بدون ما تقولي لي وكذا صار بيكم انتفاق وصار غيرها شوي بعد شبت في قلب لا 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 ما أتوقع هذا أبداً كان شيء أتوقع هذ السببين هي جيتها ما عاد خلتها يروح لا هو سبب الأساسي تحس أنه اللي بالأخير يجب يمشي قال أنا وعدت وعد وانتهى الموضوع أنا عطيت كلمة وأنا أنوي كل نيتي أني أفي بالكلمة اللي عطيتها هذه يعني ما أتوقع أنه كان ما أشفت شيء هذا ما خطر أبداً أنا أحسيت فيه ما أحسيت فيه أبداً أتوقع أنه هذه المشكلة ما أحبوا بيبي بينهم وكذا يعني أنا أحبوا بيبييات كان قبل ثلاثة لا فترة ترى يعني متغيرهم الحلقة القبلها لما بران طلع من النهر يوم طلع بران قال له كلام قال جيمي بيقول له بران بيقول له خلينا نرجع لازم نرجع نقول له سيرسي على الدراغنز فقل له سيرسي أبرك لك تطب ترجع في النهر هذا مرة ثانية تمام؟ المشهد هداك كان رهيب المشهد طبعاً وراح بران وقعد جيمي الحاله المشهد جاي الكاميرا تصور ظهر جيمي ومبتعده منه يعني اللي تخيلته اللي جاه بقلي أنا جيمي قاعد يفتكر كل اللي صار مع الماد كينك بدأت سيرسي تصير تطابق صورة الماد كينك في راسه خصوصاً بعد ما ذبحت المجموع الناس كانوا كلهم من السنت في الكنيسة في الكنيسة اي 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 ان شاء الله في الدنيا كلها خصوصاً أول ما يدخل كذا يشوف الفجار رخطة قلت له قبل لا تموت شي اسمه العجوزة قلت له قبل لا تموت أختك ستوديك ستين داية معك اه حقت الهاي غارد حقت الهاي غارد قلت له حتى يوم بريينوف تارث والله احزنت عليها يا خي يوم بريينوف تارث قاعد تكلمه وقاعد أول ما راح تسيرسي أول مرة كلم أختك كلمها وكلمها كتمنيت انها تقول لكينك سليير من الذكرة في ماضي قبل انه كيف تذبح الكينك لانه كان مجنون يا رب تسير كوين سليير كمان تفكر كان ردي اي كلمة بس كذا بس اش رايك من المشد يوم يوم رايح لحظة لحظة في حاجة مهمة لما جاب يروح قال لي هل ما نمصدقك كأنه تحتك تريني نفس الشيء صار مع تيرين يعني ما قدرت أخوانها هالاثنين تيرين كانت محتاجة من الشيء انه خلاص يصدقون انها ففي فرق انه في فرق من الاثنين يعني ما هو هذا كارهاته لكن صار اتفاق وش الاتفاق الله أعلم هذا لا هذه هي تحب أخوها تحب جيمي يعني أتوقع الشيء الوحيد الأبيض في قلبها جيمي فقط لا ننسى حوار بعد حتى الحوار الأغبياء الاثنين اللي صار قبلها يدخل تيرين السيرسي كانت تتكلم يقول لها ترى أنا الآن بدخل كان يقول أني أنا غبي يقول لك الآن أغبة أنا رايح أدخل على أكثر تيرين و جيمي تيرين و جيمي تيرين و جيمي بدخل على أكثر واحدة تقترب عن الناس فهذا الشيء بعد تحس أنه على طول أثر فيه بعد ما حاول يمشي و طلع سيف المونت صح صح مشكلة أنا أتفق مع فيصل تائها تماما ترى هي تعتقد أنها عندها خطة و من زمان ترى هي تعتقد أنه في خطة لكن ما في خطة لأنه حتى لو سويت اللي تبغي اللي فراسك الآن أنه ما يبقوا إلا أهلك اللي تحبيهم عزوتك مين هم؟ ما في أحد مين؟ قال لها جيمي أنا و أنت قالت في واحد جيه في الطريق الله ثلاثة أحد تحارب وهذا مين يعني فهمت عليه؟ فما في خطة و بعدين أنت إيش مستفيدة أصلا يعني قد توصل لمرحلة أنه أصلا ما في أحد يرول لا أنا أتوقع اللي هي في باء اللي هي تشوفه بس أنها ثأر فقط تبغة تتأر من كل شيء تفكر من من منظور شي تبتحط حرة فيه خلاص صراحوا عيالها أنه أصلا كنا نقول من بداية المواسمة الشيء الوحيد اللي يباقي عليها ويخلي فيها نوع من الوعية الإنسانية هي وجود أبنائها لما راحوا أبنائها أصبحت هوجاء صراحة ما هي عارفة فين تروح حتى تومن ترى موتت تومن ولدها اللي كان آخر ملك ما أثر فيها شيء أبدا بالعكس قالت هذا خانني أصلا هو انتحار لأنه بسببت الأشياء يسوتها هو عندها علم من الساحر الذكرون اللي شافتنا رؤية علم من رؤية واحد الساحر الذكرون نبوءة فيه اثنين من العيال كلهم حاجيكي واحدة وهذه الوحدة سالفة قالت له بترى أنها ثلاثة بس ما راح يجيك بعد واحد فهذا الشيء الغريب هل هو عبوت في فاطمة هل هو صدق أصلا حامل أو لا هل هو يلعب عليها مثلا طب نمسك هذه الفكرة شوية لأنه توقع طيب خلنا نبس لك منظر الثلج هو ينزع الوينتر ايه خلاص خلاص يعني الوينتر أتى في كل مكان طبعا لما نقول لك وينتر الزهير معناه الوينتر عندهم مهو ثلاثة شهور في السنة ولا أربعة شهور في السنة الوينتر عندهم سنين ممكن يجي وعندهم وينتر اللي هو شتى وصيف فقط ما عندهم أي شيء ثاني مثل السعودية مثل الرياضة مثل الرياضة فاندهم شتى وصيف فقط الشتى يطول سنين طويلة يعني سنين معجاف تكون دائما والصيف يكون في فترة راحة الكلام اللي بينقال على الموضوع هذا بالذات في الفترة هذي من الميسترز وهذا انه الميسترز يقولوا جابوها في الموسم هذا بالذات بس من يفاكر من اللي قالها بيقولوا الميستر يقولوا هذا حيكون أطول وينتر أو أطول شتى من سنين طويلة جدا لأنه الصيف كان مرة طويلة نجح عند اللقاء الحميم اللي صار بين جونسون بين أي ودينايرس ودينايرس طبعا يوضحوا لك أنهم خلاص اتفقوا انتهى الموضوع كل الناس كانت توقعتوا سابقا خلاص بس الشيء الرهيب مو بحنة شيء رهيب وجه تيريام وجه تيريام تتلقاها هذا يمكن يعني هل انها متخوف هل انها حبها هل انها حبها هل عندها بلان مع أختها سيرسي هل عندها بس وجهها مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي لازم يكون في سبب انت قلت لدينايرس ما في شخص تثق فيه قد جون سنو يعني ما عندك مشكلة مع الرجل وانت شايفها مالكتها هنا جابال إيرا ترى فليه زعلان هنا جابال إيرا ليه زعلان خصوصا كلام سيرسي مع انه انت دائم تحب الناس الرخيصة التي تجي من بره اي 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 قالت له هذا وصلا طبعك تحب الحريم العاهرات التي يجي من بره الغربيين على الغربيين الغراب على عفوا نوستروس بس ما عمرنا سنعرف اش السبب طيب خلينا نجع عند المشاهدة الأخيرة اللي يمكن اكثر إثارة ايه التنانين اخيرا عرفنا للأمانة ترى احمد توقع هذا قال التنين راح يطلع نار زرق انت كنت حاضر لتتوقع لا كانت اول حلقة ما كنت موجود لا لا انا كنت موجود قال التنين ترى بيطلع نار زرق يمكننا نسأل هل بيطلع نار هو قال في الفجن شفنا زي الفليم الأزرق هل معناتها حيكون فيه تنين ما ايش ما اني فاكر والله ايد في الحلقة اللي كنا نتكلم فيها على اي حال عموما ممكن نرجع له هو تحمل توقع دار سيكون فيه تنين اوكي شي اسمه دد وحيطلع فليم منه ازرق وهذا اللي حصل وكسر الجدار او ما كسر الجدار كامل كسر الجدار كسر الجدار او ادى الامانة يعني بس فتح طريقة بس سراكم في المنظر عشو انه منظر كان جميل جدا اخي جميل 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 في المنظر قال فيه كمية شغل لا التنين ولا الفليم ولا شكل الجدار ولا العالم اللي مستنين كان عندهم تعليمات مستنين ايه اخي اخي فيه شيئين في الحلقة هذه اعجبني الاو سي جي الاخراج وتصوير الكمبيوتر والازياء انا رأيت الازياء جدا رايحة تفاصيلها ودقتها لا في الملوك لا في الجنود لا في جميع ما ادقيق فيها ترى ترى تشغل جبار طبعا انت هذا المشهد والووكرز عبروا الجدار ومات اكبر بطل في جدار الله ارحمه راح الجدار فيه ناس كانت توقع ان الجدار حيطيح هذا من مواسم ان ظهر موسم ثالث وبدأ الناس يتكلم انه الجدار حيطيح الجدار حيطيح الجدار حيطيح مطاح الجدار الآن خلاص اتوقع خلاص يعني انتهى الموضوع حرب بين الاحياء والاموات طيب انت من انتكلم اراعنا عن الموسم بشكل عام؟ اوكي جير مترايكم بحسين يعني خليلي باختصار انا اشوف اصبح بالنسبة لي جيم ثرونز مسلسل انت نخصتها كانت في بالي اقولها مسلسل اكشن معت سارة الدراما اللي انا اتشوق لها تعلقي في المسلسل كان حوارات يعني لدرجة كنت اعيد حوارات بس اقول اسمعها بس في حوارات حلوة ما تقارن انا اصلا اشوف المقارنة ظالمة لانه كتب قاعدة الادم يكتب فيها سنين ادب صراحة كان وهدور جارسين من سنة لسنة كتبوا حوار حرام نقارن انا ما احط قارن الانصاف ولكن عشان كمان اكون منصف ما حقول هذا زي اللي قبله صحيح اوكي الاشياء اللي كنت استمتع فيها مفقودة في الموسم ده يمكن من الموسم الماضي صراحة في البعض يجاووا بالنسبة لي ما في هذه الحوارات العميقة ما في حبكات تقول اتحداك تطلع زلة في توصيل المعلومة ايه صحيح لان كان عندهم وقت يرجعوا للكتب يرجعوا للكتب يتابعوا وتأكدوا ويبنوا الاشياء بالشكل السليم يعني انا بالنسبة لي كان مسلسل استثنائي عمره ما حيصير زيه ليه؟ لانه انا دائما اقول اذا اجتمعت كل العناصر في مسلسل واحد ما حيشوف زيه تمثيله وكتابه وحبكه واخراج وتصوير ما عمرك هتشوف زيه كان كده في البدايات لكن الان لا هل المتعة مختلفة؟ ايوه بس اني انا شخصيا لا 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 بس اني غيرت نوع التوقعات عندي في المسلسل ده عشان اقبل في الموسم هذا ما حصنفه زي الموسم اللي قبله لاني ما اشوف مني شايف حوار خرافي مني شايف مشاهد حبكات درامية بيقفل خلاص خلاص بيقفل ما في خيانات عظمى ما في حتى قتلات اللي اشتهروا فيها ما في ما في ما في بس اصبح التقفيل والتقفيل اصبح باسلوب خلينا نقول تجاري اوكي المسلسلات التجارية الاكثر مو معناتها سيئة بس انو بنقول حتى حتى الكلمات حتى في مشاهد انا في حلقة حضرتها اتصورت فيها The Hound وموقف The Hound يعني كل شي يقولوا نفس ردة فعله ممكن تتوقعها لو تتفرج مسلسل ثاني انت هذا شيء عمر انا ما كنا نشوفه في Game of Thrones من قبل كنا دائم في كل حلقة ما ستعرف كل شيء جديد كل شيء مختلف هذا الموسم من بداية انت عارف كل اللي حصير حدث سلسل الأحداث مختلف تماما عن قبل قبل كان اذا بدورك حدث مرة كبير انهو عليه الحلقة الحلقة الجاية ما رح تشوفها بالغالب الحلقة اللي بعدها او على الاقل نهاية الحلقة هنا صار خلاص اللي ينتهي الحلقة هنا نبدأ على طول بالمكان المفروض يصل لنا عشان اختم بس كلامي انا كان بالنسبة لي اول كم جوز بصمة يعني كانت محترفة للروايات اتجسدت في التلفزيون شيء ما قد شفناه بالطريقة دي الان اصبح استمرار للرواية اقتبسوها وكملوا عليها في التلفزيون ما هي نفس البصمة انا هذا بالنسبة لي الان اصبح الفرد من هذه الموسمين الاخيرة واتوقع حتى بموسم القادم وبين موسم الأولى والله شف شخصية انا اتفق معكم من كل الكرام اللي قلتها مئة في المئة لكن ما زلت مستمتع تماما بالمسلسل مستوطة اللي شفتها الحلقة جبهة نئية الخاتمة حلوة متحمس القادم اه يعني انا مقدر الوضع اللي هم فيه يعني اتشوف الموسم هذا كان سريع سريع ماخذين الرتم السريع في الاحداث لانهم مضوطين يبغانين هون المسلسل بشكل مقبول للناس لانهم مسلسل ما في اتوقع مسلسل اشهر من هذا المسلسل في التاريخ لشهرة قوية ولا جمهور ضخم فلازم ينهون بشكل مقبول للناس وخاصة ما عندهم كتب موجودة وخلصوها ساحب عليها مشاهد فعشان كذا قاعدين يحاولونهم يطلعونه بالشكل مقبول انا متفاهم كذا ومستمتع وممسوط على اللي شفته اتفق معك وهو بنفس المتعة اللي في البدايات لكن ما ما زلت مستمتع ومتحمس ان شاء الله على الموسم القادم طيح مسلسل ما تشوفه وتزهق ما في حلقة تمر وتنتهي وانت في لحظة كذا زهق او تحس فترة طفش اللي تبغى توقف حتى توقع اغلبنا في حلقات شفناها مرتين من جمعات انا في حلقة زيقت فيها الأمانة في حلقة فعلا زيقت فيها الثانية والثالثة ما نفاكر بس اتفق معك في المجمل يعني ايه فموسم ما يعتبر من أفضل موسم أبدا لكن موسم ممتن موسم يعني أبغى أشوف الموسم الجاي عشان أبغى أشوف الحرب ولو لم يعجبني سالفة انه المسلسل بيقضب تقريبا كله حرب ما في خيانات ما رح يكتب فيه اشياء كبيرة خلاص الحين الحرب بين الأطراف واضحة الأحياء والموتن بس إلي ما ينتهي نهاية خوز يا أحياء يا موتن ايه أنا بين كل كلامهم صراحة يعني مشكلتي الرئيسية كانت انه في الموسم هذا الحلقة الأخيرة يعني الموسم كله متفهم كل شي عارف ليش سووا كذا وعارف ليش حيكون سنتين نحن نستنى الموسم الثامن لانه ما يبغوا جفلوا العيد في القصة يبغوا جفلوا هذا الطريقة كويسة يعني متفهم يعني لكن الحلقة الأخيرة هي اللي عدمت للموسم تقريبا اللي فات يعني هي اللي حسيت انه هو شوف عادة الحلقة الأخيرة من كل موسم تكون أقل من الحلقة اللي قبلها دايما صح 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 حرب، وكلها ستكون أكشن، وكلها ستكون كل أشياء هذا، يعني مثلا أنا من الناس اللي تعجبين في موسم الثالث والموسم الثاني، أشوفهم شيء جدا رائع، تمام؟ ناس بره كثير، تمام؟ يشوفوا في موسم الثالث والثاني سيئين، تمام؟ من أسول موسم بيصدرهم، تمام؟ ليش؟ لأنه في حوارات، أنا أهم شيء عنهم نسبري أول ثلاث موسم، هي التربيق، هي التربيق، فهذه مشكلتي مع الموسم هذا، كانت الحلقة الأخيرة التي كنت أمشي كل شيء، مثلا فيه أشياء الأشياء العجيبة حقا السرعة والوقت والانتقال من مكان لمكان، دينايرس كيف وصلت وانقذتهم في الثالج الحلقة قبلها؟ ما كان عندي أي مشكلة في الموضوع هذا، فاهم إنه الناس رات قفل، ما عندي مشكلة، هتخيل إنه دينايرس يعني سوّت راهب سرعة والله، أيوة، يعني سوّت كده، ننجا وراحت، مو مشكلة، لكن كانت فعلا مشكلتي مع الحلقة الأخيرة أنه ما قفلوا الأشياء اللي كان مفوق، قفل، طيب، هل تبعنا نخشف توقعات؟ طيب، قبل التوقعات، أريد أن أختم بشيء، هو مصيبة الفروقات أنا بالنسبة لي، من البداية ما في بطل، فكان مسلسل عجيب، غريب، أول موسم شفناه، اللي كنا نحس ببطل مات، فقتل عندنا مفاهيم المتابعة، أصلاً كمشكلة ند، ند، نعم، أو كلنا، حسن في بطل، مات، موت شنيعة كمان، فبعدها قلنا يا عمي، ايش دلنا المسلسل؟ وكلما شفنا أحد مات، بالضبط، الفرق الشاسع أنه الآن واضح البطل، واضح، بطل واحد في المسلسل، بالتالي أصبح الآن، عش كده قاعد أقول لكم، سيكون نوعاً ما تجاري خلاص في بطل، كلنا عارفين أنه ما سيموت، كلنا عارفين أنه لازم يفوز، هم أعطوك أنه ما سيموت من المعركة حق الباستردز، معركة الباستردز كان هم يبغوك، هم قاصدين أنك تعرف يعني كمية الأسهم اللي انرمت وما جاء شيء، كمية الأحصن اللي جات، ما جاء شيء، من قتل ورجع؟ من قتل ورجع؟ من قتل ورجع؟ الثاني، نتكلم فيه في التوقعات أنه ليش؟ خلنا نتكلم عنها بك، على أي حال، أنا بالنسبة لي بغض النظر هو مين؟ أنا بس بالنسبة لي أنا كمشاهد قاعد أتابع، وإيش؟ تعاطفي، تبديه، لما تشوف شيء بدرامي، لازم تكون متعاطف يا مع الخير يا مع الشر، أنت حر، إذن يمكن أنت مريض، مريض، موسوط، تكون في صف الشر أو في صف الخير، المهم أنك أنت متعاطف مع الشهيدة، هذا المبدأ الأساسي للمتابعة كان مو موجود، أنت ما تدري تتعاطف مع مين؟ أنت ماشي في الرحلة، نستمتع معهم في الرحلة فقط، الآن أصعب شيء دائماً في الرحلة أنك تحكي نهايتها دائماً، في ناس حتتقبل النهاية وتستمتع فيها، وفي ناس حتقول ضياق توقتي هذا كله وتحمست معك، في الأخير هذه النهاية، هذه المشكلة، هذا في أي قصة في أي رواية دائماً هذه النتيجة فالمشكلة الآن الأساسي الذي بنوا علينا الرحلة أنه ما نتعاطف مع أحد أو مع شخص أو مع عائلة أو مع شيء مفقود تماماً أنت المفروض تتعاطف الآن مع بشر أنت الآن بيحاول يقنعوك أنك تتعاطف مع البشر صعب جداً بشر ضد ميتين وكمان فوقهم فيه شخص أنت عارف أنه هو البطل الآن فأنا أحس هذا هو اللي بيشكل عندي أنا كمتابع كنت أعشق نوع معين من المتابعة في Game of Thrones أختلف تماماً بارك الله فيك طيب يا شباب قررنا أنه نأجل موضوع التوقعات عشان الفيديو مرة صار طويل لكن حينجلوا كلهم إن شاء الله نفس الوقت يعني مع بعض وبكذا يكون مفروض أنه وصلنا خلاص لاختام الحلقة يعني الله خليكم لا تنسوا اللايك والتعليقات وأسلفكم حتى وكمان السبسكرايب اشتراك انسوا اللي اشتراك وسووا شير الحلقة إذا شوفت الناس لازم الناس اللي يحبون Game of Thrones أطوهم حقاكم أنه خلاص يعني الحلقة امتهت وشوفوا تحليلها وخلهم يسوا اللي اشتراك اضغطوا عليهم وتوقعت ترى توقعت فيها شيء حالاً إن شاء الله حلقاً طيب أعطيكم الحافية نشوفكم إن شاء الله في فيديو توقعات قريباً ترجمة نانسي قنقر